اليوم الكل لا يريد حروب بالحقيقة حتى الفلسطينيين الكثيرين منهم يريدون أن يعيشوا بسلام وأمان فرحنا كثيرا عندما شاهدنا منتخب فلسطين في قارة آسيا بغض النظر عن كون أن دولة فلسطين اليوم دولة كدولة قطر أو كدولة الإمارات يعني لديها الإمكانيات لكن هناك فريق لعبة رفع العلم الفلسطيني مثل بلده وصل للدور الستعاش جميل جدا لأنه أنا عندي أصدقاء كراد يقولون يا أخي نحن عدنا مؤسسات دولة عدنا أصبح برلمان عدنا حكومة محلية عدنا حتى سفارات قنصليات كردية لكن لا يوجد عندنا فريق لأنه لا يوجد إقرار دولي بمشروعية الدولة الكردية لكن هناك يوجد إقرار دولي بمشروعية الدولة فرغم أن الفلسطينيين ينتقدون نعم من حقهم يقولون أن هذا لا يعبر بشكل كامل ونهاية عن مشروع الدولة الفلسطينية أنه لا زال الموضوع منقوصا أوسلو ومدريد لم يفيان بالتزاماتهما تجاه السلطة تجاه عرفات لكن نحن كعرب تأخرنا كثيرا كمشرقيين أيضا أيضا هناك تركمان وأكراد يعيشون مع الجميع مع الكل هذه تأخرنا كثيرا فعلا في موضوع التصالح اليوم أوروبا تستطيع هذا الموضوع أن تلعب به دورا رياديا كبيرا انظر إلى أوروبا تاريخها أيضا كان فيه بعض من الشحناء والبغضاء كان هناك شقاق كبير بين الأرثوذوكس والكاثوليك حتى اليهود لم ينجوا أنت شاهدت ما حدث له في روسيا في أوكرانيا يعني حدثت إبادات قبل 200 سنة كان إذا يأتي داء الطاعون يقولون لك هذه مؤامرة يهودية يعني بصراحة كان في مزاود يعني لسه لا موجود إسرائيل ولا شيء لكن اليوم أوروبا فعلا قطعت أشواط يبقى خطاب الكراهية موجودا حتى عند بعض الأوروبيين لكن إذا أنت تريد أن تقارن هذا الخطاب وتدرك مدى تأثيره ومدى فعاليته بالمجتمع تجد أنه لا يمثل أقل من صفر اليوم نحن فعلا نحتاج إلى هذا التصالح نحتاج إلى هذه الدفعة لعل أوروبا تساعدنا في ذلك حقيقة